اشتركوا في القناة التشريعية والتنفيذية خلال مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بانظمة التقاعد تعتبر ترجمة حقيقية لتوجيهات جلالته ايده الله لاستمرار التشاور البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واكد معاليه ان الاوابر والتوجيهات الكريمة التي اصدرها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمباشرة صرف زيادة بمعاشات المتقاعدين باثر رجعي تعكس حرصا حكوميا على حفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين في انظمة التقاعد وصون مكتسباتهم مشهدا معاليه بالجهود الحكومية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما نتج عن الاجتماعات المشتركة من توافقات مع السلطة التشريعية لاتخاذ عدد من الاجراءات والاصلاحات على انظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي وبما يضمن استدامة الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمشتركين وأشاد معاليه بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن يتم صرف الزيادة المقررة للمتقاعدين بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية الشهرية وهو ما يتزامن مع قرب حلول عيد الفطر السعيد الأمر الذي سيبعث على الفرح والسعادة لدى المتقاعدين وأسرهم وثمن معاليها الجهود المخلصة التي يقوم بها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وتعاونه المشهود مع أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب منوها بحرص الإدارة التنفيذية للهيئة العامة لتأمين الاجتماعي على اتخاذ كافة الإجراءات التي تمهد لصرف زيادة المتقاعدين بأثر الرجعية وتنفيذ أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله موسيقى